كابتن احمد يمكن المباراة اللي فاتت من يومين تقريبا والمباراة اللي جاية فيها سفر طيران وكده وبتاع هل قرب المباراتين من بعد ممكن يأثر على تشكيل الفريق في الناس الزمانيكي يعني مثلا عندك الشيكبالة قدى مباراة عالية جدا تقريبا لغاية ديئة حاجة وستين تقريبا أو حاجة وسبعين وطلع سيف جعفر برضو لعب مباراة كاملة وخرج في الاخر عندك مجموعة سيد نيمار مجموعة من اللعبة كملت المباراة بشكل كبير وبذره موجود كبير جدا كان فيه مطرة والأرض برضو لما بينزل فيها مطرة بتلاقي انت اجردت طبعا اللعبة في مطرة بتحاول بتاخد من جهدك وبتاخد من الاقتخاب البدنية هل ده ممكن يؤثر على تشكيل الفريق في المطش اللي جاي بص يا طريق في مباراة مهمة يعني انت دي مباراة بالنسبة لك مهمة جدا يعني هي دلوقتي أهم مباراة في الفترة اللي جاية طبعا صح معك تماما يبقى معلش يعني مش محتاجة مغامرة يعني او مش محتاجة ان انا ريح الا اذا كان لعيب مصاب او يشعر بالجهاد انما طالما اللعيب لعب ورجع الريكافري الاستشفاء بتاعه رجع له في التلات اربع في التلات ايام اللي فاتوا دوري وده على فكرة اللي بيحصل في الريام اللي زي دي التدريب ببقى قليل قوي طارق صح وريكافري بقى متطور ما انا بقولك اوه انت بتحاول ترجع اللعيب لحالته الطبيعية حالته الجسدية الطبيعية فده طبعا موجود دلوقتي بيعملو كويس في نادي الزمالك صح لانهم برضو اللعيبة تعودت عليه بقى لك كم سنة بتلعب مثل هزي الضغوط لا والحقيقة في نادي الزمالك دلوقتي يا كابتان احمد وسائل الشفاء انا رحت شفت العيادة هناك والاسبال اللي بتعمل في نادي الزمالك الحقيقة طبعا مجلس ادارة باسمشان مرتضى مع امير مع احمد مرتضى عاملين اسباء على اعلى مستوى كابت حاجة محترمة جدا يعني انا كنت باستخدمه وانا ماسك الفريل اول طيب يعني يعني انت ده بيجدد كمان دلوقتي طيب يعني انت كمان دبت العوامل المساعدة اللي تساعد اللعيب في رجوعه لحالته الطبيعية تمام عشان كده ايه انت يعني يعني المباراة مطلاحقة مضغوطة هذي الفترة دي بس في حاجة مهمة جدا انا عايز اخلص منها الاول المطش ده انا عايز اخلص طب انت دول بعد كده ممكن اعمل با ده ممكن ما يخليش فيه تغيير في التيم كتير بس ده يعني انا طبعا ما عرفش اللي في دماغ الناس بس انا بتكلم دي مباراة مهمة جدا خلاص الواقعية بتاعتها فرضت نفسها علينا لان انت المباراة الاولى لم توفق فما عندكش غير المباراة تانية عشان تكمل لان برضو المجموعة فيها اسماء فرق جمدة جدا فانت لازم تكسب خلاص فبتيقلي يعني لو الشيكابال ان برضو ايه هو عامل السن ممكن تكون مؤسرة في مين في الشيكابالة عبدالشافي عبدالشافي ملعبش المباراة نزل بديل اقولها منزلش باين مين عبدالشافي لا عبدالشافي ملعبش لا لعب زي المطش اللي فات ونزل مكانه عبدالله جمعة اعتقد مش كده يا جماعة ولا ايه لا هو اتأوزك ماتش ماتش بتاع سموحة سموحة اه اه شباب اساسي لعب يا كابتو من قطعك نزل مكانه عبدالله جمعة اه اه لعب اساسي اه يعني عبدالشافي من النوع لا انا عندك عبدالشافي شيكابالة اوفر ايدج شوي بس انا بتكلم على الحتة دي بس اه يعني انا بتكلم على ممكن سيف جعفر يستعيد فيه ممكن المراعاة تبقى في اتنين دول ولكن ولكن اذا هم لائقين جسديا ما عندهمش اي مشاكل ما حدش فيهم بيشتكي من اجهاد من شك من اي حاجة يلعبوا لان الهارموني بتاع التيم اتعامل الماتش اللي فات بشكل كويس فانت ما تلعبش فيه دلوقتش انا ده انا بتكلم عننا انت بتكلم صوت المنطق والعقل لا والطبيعي لو انا لا لا مش الطبيعي ممكن ما يكونش بالنسبة للجهاز الفني المسؤول انا بتكلم الطبيعي اللي هو بالنسبة لك انت عشان انا بقول لك بالنسبة للرجل ممكن يختلف او يتفق ده حاجة بتاعه بالضبط لكن انا بتكلم لو الناس دي جسديا كويسين هم فنيا كويسين انا متطمن عليهم فنيا خلاص جسديا كويسين وقدروا يرجعوا لحالتهم الطبيعية بشكل عادي واخد بالك وعند دول اللعيبة كبار يعني لو حد فيه مش شك شكك في نفسه لحظة بتالي مش هيغامر يعني فتثبت على التيم ده 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 رأيه يعني ده رأيه انما بعد كده بقى التغييرات عشان الماتشارات مضغوطة دي هتبقى موجودة دي هتبقى موجودة بس المباراة دي عديها الاول وبتالي ده المنطق بتاع الجهاز الفني صحيح يعني ان انا عندي مباراة مهمة جدا 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 فانا عايز ما يبقاش لعيب مصاب ويلعب لا 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 بس انا عايز اغامر في حدود الصح واخد بالك ازاي بحيث ان انا ممكن اكسب وبعين اريح يعني ممكن اطلع اللعيبة اللي ايه اللي ممكن اشوق فيه يعني اللي تكسبه لعبه ابدأ بيه ومع دين بعد كده رايح لما تطمن المكسب زي الموش اللي فات انت برضو خلي بالك شيك بالك خرج سيف جعفر خرج مين تاني يا جماعة عبد الشافي خرج يعني ثلاث لعيبة من الاساسين ممكن يكون الرجل لو ما فيش مارش بعدها يومين كان عامل حساب الموضوع ده كان عامل تغيير فهو اكيد عامل حساب الجمعة علشان انت قلت ليه مباراة صعبة طبعا طيب سؤالي مهم جدا يا كابتن اللي جاي المريخ خسران من ترجي في دور الابطال في اخر ثانية الزمالي خسران من شباب بولوزداد واحد صفر الخسارة دي يا كابتن ممكن تؤثر على مين اكتر المريخ ولا الزمالي ولا لا تؤثر ابدا يعني هو بقى ايه الفرقة اللي هتتجدد عندها الدوافع وهيبقى عندهم ثقة الفوز ونزلين عشان يكسبوا هي دي الفرقة اللي هتعمل حاجة كويسة صحيح الفرقتين نفس الليفل نفس الليفل بس انا عندي دوافع اكتر انا انا مش راح العب في ملعبهم مش راح العب في السودان دي تعلل معنوات عبرهم طبعا طبعا وانت عارف تلعبت في السودان وعارفين الجمهور السوداني عامل ازاي يعني بيدسع الفرقة بشكل غير طبيعي طبعا دي برضو مؤثرة جدا فانا شايف ان الدوافع في مصلحتك انت ممكن هو بص يعني انا سمعت المدرب بتاع المريخ قال لك احنا بنلاعب تيم كبير وحتى قال اشاد بشكبالا ووسيف جعفر واكيد اتفرجوا على مارش وزيزوا واخب بالك فهم عارفين قيمة نادي الزمالك واخب بالك ازاي بس برضو انت عشان تبرز هزي القيمة لابد ان انت تكسب من الاول تضغط من الاول عشان تجيب جول لان انت لو جبت جول في مثل هزي المباريات ومع فرق السودان واخب بالك بياندفعوا بشكل غير طبيعي الهجوم فتقدر بعد كده ايه تعزز هزا الجول فانا بقولك طبيعة المباراة محتاجة ان انت بس يبقى عندك الدفع بتاع المكسب عشان المكسب حيريحك بعد كده في المجموعة على فكرة هي المجموعة قوية اسماء قوية جدا ما بتكلمش على المستوى الفني لبعض الفرق صراحة يعني لكن اسماء كويسة لكن ترتيب المباراة كان في صراحة احنا لزيزي مالك بشكل كويس فانت حاول تستغل ده في الماتش اللي جاي شكرا